السلام عليكم. الفيديو ده مهم جدا لكل الشباب اللي بتدور على مصدر دخل او عايزة تزود مصدر دخلها الحالي ونفسها تبدأ مشروع. كل واحد فينا بيبقى نفسه يبدأ مشروع ولكن بيتصدم في اول حاجة بتقف قدامه من الاساسيات لاي مشروع وهي الميزانية عشان تبدأ اي مشروع اوفلاين بتحتاج ميزانية والميزانية دي في اغلب الاحوال بتكون ميزانية ضخمة وبالتالي انت بتقف عند الموضوع ده ومش بتكمل في مشروعك ولكن بيكون عندك الطاقة والحماس والوقت والمجهود مستعدة تبزلهم بشكل كبير جدا جدا عشان بس يعني تخلي المشروع يقف على رجله وبرضه بيكون فيه نسبة مخاطرة كبيرة في مشروعك ده اللي انت بتعمله اوفلاين ايه رأيك لو قلت لك انك تقدر تفتح مشروع عن طريق الانترنت تجيب منه دخله مفهوش ميزانية ومفهوش مخاطرة كل اللي انا محتاجه منك مجهودك اللي انت كنت هتبزله ويبقى عندك وقت وصبر على الموضوع وتدي بس مجهود وشغف وبالتالي الموضوع هيديك ربح ان شاء الله على المدى البعيد كويس جدا والربح من الانترنت عمتا اول ما بتبدأ تجهز حاجة او يبقى عندك حاجة بتجيب لك دخل عن طريق الانترنت بتبدأ توصل للمرحلة انك بتجيب فلوس وانت نايم انا في الفيديو ده هتديك الصورة الكبيرة وهتديك الحاجات اللي انت تقدر من خلالها تعمل المشروع وبعد كده ممكن نتعمك في فيديوهات تاني بازن الله خلينا نتفق مع بعض ان احنا عايشين في عصر وصورة الانترنت الانترنت عمل صورة وغير قوانين اللعبة في كل حاجة تقريبا من اول التعليم الشغل التواصل الحياة البزنس وكمان حتى الطريقة اللي بنعمل بيها فلوس كل ده الانترنت عمل في صورة عمل في تغيير كبير جدا وفتح ابواب كتيرة جدا تقدر من خلالها من خلال الانترنت توفر كل الكلام اللي احنا كلمنا عنه ده على سبيل المثال زمان كانت الوظيفة هي اقمن حاجة والملاذ الامن لاغلب ابقنا واجددنا فبالتالي عشان كنت تحصل على وظيفة كنت لازم تبقى خريج جمعة او عندك قدر كافي من التعليم اللي بيحتاج فلوس مش قليلة وعشان تحصل على وظيفة مرموكة قوي كنت بتحتاج يعني قدر من التعليم المرموك كبير جدا جدا وبيحتاج تكاليف اغلى واعلى ولكن حرفيا دلوقتي من خلال الانترنت تقدر تتعلم اي حاجة نفسك فيها من خلال انترنت تكاد تكون مجانا تماما او بتكاليف بسيطة جدا جدا فبالتالي فرص فرص الشغل ما بقتش بس منحصرة في الوظيفة فبالتالي بقى فيه صورة في عالم الشغل والبيزنس زي ما تكلمنا واصبح دلوقتي تقدر تجيب دخل وفيه طرق كتير جدا تجيب منها دخل سابت من خلال الانترنت هنتكلم عنها في الفيديو ده بازن الله فعايزك تركز جدا جدا في اللي جاي ولكن قبل ما نكمل الفيديو عايزك تعمل لايك وتقى تشترك في القناة وتفعل الجرس وعرفنا في الكومنتات انت متحمس للموضوع ولا لا ويلا بينا نبدأ في التفاصيل زي ما اتفقنا مع بعض قبل الفاصل اللي كل اللي انت محتاجه هو مجهود وصبر فانا عايزك تفضل فاكر الجملتين دول مجهود وصبر عايزهم معاك طول الرحلة فانت اكيد دلوقتي مدام بتكمل الفيديو انت عندك الاستعداد ان انت تكتهد وتتنفذ الكلام اللي انا هقول لك عليه فبالتالي هتقدر تحصل على المتيجة ان انت يبقى عندك مشروع الانترنت بيجيب لك دخل ان شاء الله انت دلوقتي هتخيل ان انا بكلم طالب في الجامعة كطالب في الجامعة انت كل كل اللي بتحلم بي ان انت اول ما تتخرج تشتغل فانا هديك حاجة آآ يعني في الفيديو ده هوصف لك حاجة كويسة جدا تقدر لو اشتغلت عليها كل يوم نص ساعة فقط على الحاجات اللي انا هشرحها لك في الفيديو ده هتقدر ان شاء الله بعد وقت معين حسب مجهودك واكتهادك طبعا هيبقى عندك مشروع بيجيب لك دخل اضافي وتقدر تكبره بعد كده طبعا وتقدر يعني تستغنى خالص عن الوظيفة زي ناس كتيرة جدا اعرفها وبيعتمدوا بس على المشاريع اللي عندهم من خلال الانترنت فانت دلوقتي سواء كنت طالب في الجامعة او حتى خريج او حتى بتشتغل في شغل فانا عايزك توفر لي بس من وقتك كل يوم نص ساعة او ساعة هتشتغل فيها على الكلام اللي انا هقوله في الفيديو احنا محتاجين حاجتين عشان يبقى عندك دخل ثابت من خلال انترنت او مشروع مربح بتحتاج حاجة اسمها الديجيتل اسيتس والديجيتل اسكيلز هنتكلم فيهم وهنشرحهم بالتفاصيل واحدة واحدة ولكن عايزك تجهز معايا وراء وقلم كده وتجهز كوباية الشاي او النسكافيه بتاعتك ويلا بينا نشرح ايه هي الديجيتل اسيتس ويه هي الديجيتل اسكيلز. خلينا نبدأ مع بعض بالديجيتل اسيتس يعني اصول. يعني هبسطها لخالص زي ما يكون مسلا انت عندك بيت او عندك حتة ارض يعني عندك امان عندك حاجة تقدر تجيب منها فلوس. فاحنا عايزين نخلي الاصول اللي وعايزين نعمل منها ديجيتل. عايزين يبقى عندنا الديجيتل اسيتس 써 بها اللي هي هي ايه اللي هي تكون مسلا مدونة عندك بلاج عندك قناة عاليوتيوب عندك متابعين على السوشال ميديا يعني عامل نفسك في مجال معين فالناس بتابعك عندك قائمة بريدية عندك صفحة او جروب على الفيسبوك متفاعلين عليهم ناس كتيرة مهتمة بالحاجة اللي انت بتقدمها كل الحاجات دي كل دي لما بتكون معاك فهي دي الحاجات اللي انت تقدر تجيب منها فلوس هي دي الحاجات اللي انت تطلع منها فلوس كتير لو قدرت تستخدمها صح في مصطلح اسمه ده معناه ان انت ازاي تجيب من الحاجة اللي معاك فلوس ازاي تخليها يعني ازاي تخليها مربحة فالحاجات دي هي دي اللي انت هتفضل تبني بيها انت يعني عفوا هي اللي هتفضل تبني فيها عشان تبدأ تزود ويبقى عندك كتير هتخش بيها لسوق فبالتالي كل ما زودت في كل ما الارباح بتاعتك زادت وهنبقى نتكلم ان شاء الله عن الطرق اللي انت تقدر تجيب منها فلوس في فيديو تاني بازن الله طيب ازاي تقدر تعمل انت الحاجات دي كلها المدونة ان شاء الله احنا بنحضر كورس هيكون فيه شرح شامل ازاي تعمل مدونة محترفة ازاي تعمل مدونة وتجيب منها فلوس وتبني منها بازن الله والمدونة دي او عشان تعمل الحاجة دي هيكون بس ان انت بتعملها عن طريق الشغف بتاعك او الحاجة اللي انت مهتم بيها فهتكون حاجة قوية جدا جدا بازن الله لو انت مهتم بالكورس عرفني في الكومنتات والقناة على اليوتيوب ازاي تعملها انا بعمل لكم كورس برضو موجود على قناتنا على اليوتيوب هتقدر تطلع عليه الكورس اه حاليا متصور منه يعني معظم الكورس متصور وموجود على قناتنا على اليوتيوب تقدر تحصل عليه بشكل مجاني تماما هسيب لك اللينك الكورس في وصف الفيديو بازن الله متابعين على السوشال ميديا زي ما قلنا اللي هي بين قصين كده يعني انت مسلا عملت براند نفسك في مجال معين انت مهتم بمجال ما مجال الطبخ مجال التسويق ايا كان فانت عمال تدي محتوى فبالتالي بتبني برسنال براند نفسك وعملنا برضو كورس عنها هتلاقوه موجود على قناتنا على اليوتيوب قائمة بردية ودي هي بيسموها الحصن المنيع لانه كل الحاجات المتابعين اللي عندك او صفحة الفيسبوك او الجروب ممكن يتقفل في لحظة او المدونة بتاعتك ممكن تتعاقب من جوجل لقدر الله قناة اليوتيوب ممكن تتقفل ولكن قائمتك البريدية الايميل اللي استبتعتك هي دي دايما بيسموها الملازل امن وقت ما الدنيا دي كلها تخرب لقدر الله انت معاك كل الناس اللي متابعينك معاك الايميلات بتاعتهم فدي قدر تتواصل معاهم في اي وقت فالقائمة البريدية هي واحدة من اهم اللي انت لازم تهتم ان انت تبنيها وطبعا اه هنتكلم عنها برضو في فيديوهات في الكورس ازاي تكسب تعمل مدونة مرباحة وتكسب منها هنتكلم عنها بالتفصيل بازن الله فدي كده كان اه دول الحاجات اهمهم يعني فيه طبعا حاجات تانية ولكن دول عارفين اللي هم ايه العنوين الرئاسية وبيندرج تحتهم حاجات تاني كتير ولكن دول اهمهم وزي ما قلنا كل واحدة فيهم قلت لك ازاي تقدر تم تكبرها او ازاي تقدر تخلقها ويبقى عندك قوي تقدر من خلاله تجيب منه فلوس تاني حاجة لازم تبقى عندك عشان تبدأ مشروع مربح الانترنت هي الديجيتال سكيلز قبل ما نشرحها خلينا نوضح حاجة مع بعض انت مش محتاج تتعلم كل المهارات اللي انا هولهلك دلوقتي ولكن لو اتقنت اي مهارة فيهم اتقنتها كويس وتعلمتها كويس جدا تقدر تجيب منها دخل كبير سواء من خلال الفريلانس العمل الحر او من خلال ان انت تطبقها في مشروعك اللي انت هتبدأه عن من خلال انترنت فبالتالي انت مش محتاج كل المهارات دي ولكن كل ما اتقنت مهارات زيادة كل ما زودت فرصك اكتر وزودت الربح بتاعك اكتر واكتر كمان في حاجة لو انت مش قادر تتعلم كل المهارات دي لوحدك ممكن تجمع فريق من صحابك وكل واحد فيك ويختار مهارة من المهارات دي ويبدأ يتعلمها كويس جدا فبالتالي تقدروا تكبروا المشروع جدا 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 وانتوا في الجامعة او انت في وقتك الفاضي لو انت خريج يلا بينا نبدأ مع بعض ونشرحهم واحدة واحدة اول مهارة الكتابة والتدوين وبرضوا معاهم حاجة تانية اسمها الكابيرايتنك الكتابة والتدوين والكابيرايتنك وكل دول معتمدين على مهاراتك في الكتابة مهاراتك في الكتابة مش لازم تبق انت موهوب فيها كل المهارات اللي اقول لك دي قابلة للاكتساب. يعني لو انت واحد بدون عم ببعرفش اكتب تقدر تتعلم اساسيات الكتابة فبالتالي تقدر تكتسب المهورة. يعني الكتابة تقدر تكون يعني حد بيصنع محتوى. حد بيقدر يعمل محتوى وده هتحتاجه مسلا في آآ لما تيجي تعمل محتوى على اليوتيوب لازم تعرف تكتب كويس وتعمل محتوى كويس وتكتبه وتكتب فبالتالي تطلع فيديو كويس. التدوين وده عالم كبير وزي ما قلنا ان شاء الله بنحضر له كورس هيبقى قوي جدا وهيبقى فيه كل التفاصيل دي. التدوين لوحده كمهارة حرفيا تقدر تجيب منها دولارات كتير وربح كتير جدا 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 وبالنسبة لي من اهم المهارات وامتع المهارات في تعلمها هي مهارة التدوين. وزي ما قلنا وهو فن كتابة الاعلانات واقناع العميل او اقناع العميل بالحاجة اللي انت عايز تباعها او تسوقها فدي كده اول مهارة فيهم ودي مهمة جدا جدا وان شاء الله زي ما قلنا بنحضر فيها كورس. المهارة التانية وهي التسويق من خلال السوشال ميديا. بمعنى انت دلوقتي زي ما قلنا في ان انت هيبقى معاك صفحة او جروب عايز تكبرهم. فبالتالي لازم تتعلم ازاي تسوق عالسوشال ميديا. ازاي تدير صفحة? ازاي تدير جروب? ازاي تعمل اعلانات. ده برضو بحر وكل المهارات اللي اقول هلك دي بحر لوحدها في في تعلمها وتطبيقها وغيره. فعشان كده بقول لك مش لازم يعني تحط على نفسك ضغط اللي انت تعلم كل الحاجات دي. انت ممكن تاخد الاساسيات او تشوف فريق. ولكن الاهم انت تتكن مهارة واحدة بس منهم. البرمجة. ودي طبعا تقدر تشتغل منها كفريلانسر او على الاقل تطبقها في الموقع بتاعك او في المدونة بتاعتك. هتحتاج شوية اساسيات صغيرين ودي برضو مش موضوع كبير سهل طبعا تتعلمها وكل حاجة زي ما اتفقنا. ولكن حابب تتخصص في البرمجة ده بحر كبير جدا جدا ان شاء الله كل المهارات دي هسيب لكم ليها مصادر تتعلموها. وتحسين محركات البحث او مجال الاس اي او. انا قلت عليه مجال مش مهارة ده برضو مجال واسع جدا جدا وده من اكتر المجالات اللي فيها فلوس وفيها ربح كبير. ولو تعلمتها هتقدر توفر على نفسك حاجات كتيرة جدا وهتوصل لمرحلة ان انت حرفيا بتعمل فلوس وانت نايم. باختصار هو ان انت مسلا لو عندك مدونة ازاي تخليها رقم واحد في جوجل وفي المقالات اللي انت بتكتبها والكلمات المفتاحية اللي انت بتستهدفها فبالتالي بيجي لك زوار كتير جدا من محركات البحث. انت خلاص كتبت المقالة ونمت. والزوار بيبدأوا يجوا لموقعك ويدخل لموقعك وانت مش موجود فبالتالي يشوفوا الاعلانات او طرق الربح اللي احنا هنتكلم عنها فيه ما بعد فبالتالي انت بتكسب فلوس ده باختصار ان انت تقدر تستخدم برامج الفوتوشوب وغيرها وانت تعمل تصاميم سواء بقى للسوشال ميديا سواء للمقالات اللي انت بتعملها او الفيديوهات اللي انت بتنتجها وزي ما قلنا برضو ده مجال واسع وتقدر تتعلمه ومجال كل المجالات دي تقدر تشتغل فيها كفري لانسر يعني انا برضو هقول لك خلطة كويسة ونصيحة حلوة جدا انت بدل ما تبدأ المشروع بتاعك من خلال انترنت وتبدأ تكبر فيه وتستنى ما يجيب لك دخل انت ممكن تتعلم المهارات دي المهارات دي ايا كانت كليتك تقدر تتعلمها ايا كانت تخصصك او مجال دراستك تقدر تتعلمها وهتسيب لك المصادر ولكن زي ما قلت لك المجالات دي لو انت تعلمتها تقدر تشتغل كفري لانسر بقى معاك سلاح او معاك مهارة تقدر تجيب منها فلوس من خلال الانترنت فهيبقى قدامك الفري لانس اللي هو العمل الحر وتكلمنا عنه في فيديوهات مفصلة يسيب لكم برضو آآ اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو او تقدر غير الفري لانس بقى يعني تقدر تجيب فلوس من فري لانس وتبدأ تحط الفلوس دي في مشروعك اللي هو اللي انت حابب تعمله بقى سواء قناة على اليوتيوب سواء مدونة او الكلام اللي احنا تكلمنا منه فوق فدول كده اللي انت محتاجه فيه غيرهم طبعا ولكن دول الاساسيين او اللي انت لو تعلمتهم هتقدر تجيب منهم فلوس كتيرة جدا من خلال الانترنت ولكن دول كده اهم المهارات اللي انا كنت حابب اقولهم لك ودول الاساسيين في اي حاجة على الانترنت او اي مشروع على الانترنت بيجيب فلوس دول كده شوية مهارات اساسية جينا لاجابة اهم سؤال هنكسب فلوس ازاي من كل الكلام اللي احنا خليني اكمل لك الصورة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي انت بدأت وعملت مسلا قناة على اليوتيوب اي دي الاساسيب بتاعك اللي انت اخترته وبعد كده اكتسبت شوية مهارات عن صناعة المحتوى والتصميم وبدأت تعمل فيديوهات في المجال اللي انت بتحبه وبدأت تسوق للقناة بتاعتك على السوشال ميديا وقع الفيسبوك وبدأت يجي لك وبدأ يتابعك ناس مهتمة بالمجال او بالمحتوى اللي انت بتقدمه وبدأت يعني تبقى معروف وعندك في المجال ده ازاي بقى هتكسب فلوس هقول لك على اشهر تلات طرق وكلهم تقدر تجيب منهم فلوس اول طريقة او اسهل طريقة هي الاعلانات فيها انواع كتير جدا 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 وطرق كتير جدا ولكن اقوى واحد واقوى برنامج اعلاني واهم برنامج اعلاني فيه هم هو برنامج جوجل مش هنخش في تفاصيل احنا زي ما اتفقنا بقى ديك خيوط رئيسية وان شاء الله نبقى نفصل فيها في الكورس اللي احنا بنعمله بازن الله فقلنا اول حاجة هي الاعلانات اه اللي هي من خلال جوجل دي اشهرها وافضلها طبعا واقوى حاجة وده طبعا برنامج مقدم من جوجل فالو انت عندك مدونة او قناة على اليوتيوب تقدر تحط عليهم اعلانات وتكسب من كل الناس اللي بتشوف الاعلانات دي او بتضغط عليها مش هنخش طبعا في التفاصيل ولكن ده كده اول طريقة تجيب منها في الوسط. تاني طريقة هي التسويق بالعمولة. التسويق بالعمولة باختصار ان انت بتسوق لمنتجات الغير وبتاخد عليها عمولة مقابل تسويقك للخدمة او المنتج بتاعه. يعني المسال بسيط جدا اه سوق دوت كوم اغلبنا عارفها. سوق دوت كوم عليه منتجات في كل حاجة تقريبا. بدأ ينتشر وثقافة الشراء الاولاين بدأت تنتشر في مصر. فبالتالي الناس بدأت تشتري كل حاجة اولاين. باختصار انت ممكن تشترك في برنامج التسويق بالعمولة بتاعهم. انا بديك كمسال فقط. اه على سبيل المسال يعني وليس الحصر فيه. انا بس بديك المفهوم يعني. اه تقدر تشترك في برنامج التسويق بالعمولة الخاص بسوق وتبدأ تاخد المنتجات وتسوقها على قناة اليوتيوب او على المدونة بتاعتك او صفحة الفيسبوك اللي عملتها او الجروب اللي على الفيسبوك اللي عندك وتبدأ تجمع ناس مهتمة بالمنتجات دي وتسوق لهم المنتجات وتاخد عملتك من سوق دوت كوم. ده على سبيل المسال. او اه او اخر طريقة او اشهر طريقة او اقوى طريقة ان يبقى عندك منتجك او الخدمة الخاصة بيك. دي بتقدر بقى بدل ما كنت بتاخد حتة من الترطة من خلال العمولة من التسويق. بالعمولة لا انت دلوقتي بتاخد الترطة كلها ليك انت دلوقتي الناس بتشتري منك انت بقت انت التاجر سواء بقى عندك منتج عملته او عندك كورس عملته في المجال اللي انت مختص به او مسلا لو انت واحدة بتحب الطبخة او لو انت حد بيحب الرياضة والجيم والكلام ده وعملت منتج خاص بيك انت تقدر تبيعه للمتابعين بتوعك فبالتالي تزود ارباحك جدا 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 انت عامل زي اللي بيبني يعني آآ مملكة كبيرة جدا على الانترنت فيها ناس مهتمة بمجال معين انت اللي در فيه او انت الشخص المشهور في الحتة دي والناس بتسمعك وبتصدقك وبتبني ثقة بينك وما بينهم وده طبعا بياخد وقت كبير جدا جدا ولكن اول ما بتبنيها انت كده بقى معاك مكنة فلوس متحركة حرفيا انت بتفيد الناس وكمان بتستفيد سواء من خلالهم او من خلال الاعلانات او غيره فبتبقى العملية كلها وين وين انت كسبت وهم كسبوا وكمان الشركات بتاعت الاعلانات كسبت فكلها زي ما قلنا وين وين دي كده يعني الخلاصة في الربح من الانترنت او العمل عن طريق الانترنت وازاي تبدأ مشروعك عليه عرفنا كده في الكومنتات ايه هي يعني اكتر حاجة شدتك ولو انت مهتم بالكورس اللي احنا بنجهزه ان شاء الله عرفنا في الكومنتات عشان نبدأ يعني اول ما يبقى جاهز نتواصل معاك على طول او سيب ايميلك في الكومنتات وان شاء الله هنتواصل معاك من خلاله اول ما الكورس يبقى جاهز وهسيب لك برضو مصادر كتيرة جدا جدا في وصف الفيديو سقدر تتعلم منها هيبقى اغلبها مجاني وممكن لو فين فيها حاجة مدفوعة تبقى بحاجات بسيطة جدا جدا وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته